تحولت العاصمة اليمني صنعاء إلى بدينة تتصدر على قوائم الاتهاكات بحق أهلها واللاجئين إليها بسبب كما تقول المنظمات الحقوقية والإنسانية انتهاكات ميليشيا لانقلاب الحوثية المدعومة من إيران والتي بلغت ذروتها جريمة إحراق الأفريقى في مركز الاحتجاز في مدينة صنعاء كانت واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكبها الميليشيا والتي نددت بها الكثير من المنظمات المحلية والدولية وراح ضحيتها أكثر من 170 بين قتيل وجريح لذلك جاءت هذه العملية الانتهاكية التي قامت بها الميليشيات الحوثية لتأخذ هذا العدد الكبير والذي تجاوز الألف شخص لأحد المرافق الحكومية الذي تم تعطيله بسبب هذه الميليشيات فأخذتهم إلى هناك واستخدمته كسجن لهؤلاء المساكين الذين رمت بهم الأقدار إلى هذا المكان ثم بدأت عملية مساومات سيئة مع هؤلاء تارة للمطالبة بالمال وتارة أخرى لمحاولة التبادل إن لم تكن قادر على دفع المال فعليك أن تتجه إلى محرقة الحرب لتقاتل معهم وزارة حقوق الإنسان اليمنية أدانت محرقة الأثيوبيين وصفة تلك الجريمة بالمجزرة البشعة وطالبت المنظمات الدولية فتحة حقيق مع ميليشية الإنقلاب التي تتهمها بارتكاب الجريمة الآن تقوم مزارة حقوق الإنسان بمتابعة ثلاث منظمات دولية في آن واحد وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للضغط على هؤلاء للقيام بدورهم وواجبهم المستمر في هذه الأمور لنبحث عن ثلاثة قضايا أساسية نطالب بأن تقوم هذه المنظمات الدولية بتنفيذها أولا الإسراع في عملية إنقاذ من أصيبوا في هذه المحرقة وتقديم المعونات الطبية لهم وتقديم المساعدات الإغاثية لباقي الذين كانوا متواجدين في هذا المكان الجانب الثاني البحث عن ملاذ آمن لهؤلاء سواء في الداخل اليمني أو في عادتهم إلى بلدانهم بشكل آمن النقطة الثالثة أن يكون هناك تحقيق شفاف وشامل يشرح كل ملابسات هذه العملية وكل هذا الانتهاك بحيث يكون هناك صورة واضحة للمجتمع الدولي حتى يعرف هذه الأعمليات الإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات وتستمر فيها يوما بعد يوم ومنذ استيلاء ميليشيا الانقلاب الحوتية المدعومة من إيران على صنعاء وبعض المدن اليمنية تزادت الانتهاكات بحق الأهل وتشير التقارير الحقوقية والإنسانية أن ميليشيا الانقلاب الحوتية ارتكبت الكثير من الانتهاكات الحقوقية كان أبرزها القتل والتشريد والنزوح وزراعة الألغام التي تسببت بقتل وإعاقة المئات من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء لقناة الإخبارية عبدالفتغلاب عدن